مصادر أمنية تركية خمسة مدنيين في ديارباكر في انفجار مركبة استهدفت عددا من أفراد الشرطة وفقا لمصادر أمنية واصيب 12 شخصا بجروح بينهم خمسة من عناصر الشرطة وكان أربعة جنود أتراك قتلوا صباح الأربعاء واصيبت ساعة آخرون عندما فتح مسلحون النار والصواريخ قرب الحدود العراقية التركية واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة ترجمة نانسي قنقر